اهلا بكم حلقة جديدة معاكم احمد باهر من شركة دوجز ايجبت النهاردة زي ما وعدناكم كنا هنتكلم على اسعار الكلاب في جمهورية مصر العربية في الفين واحد وعشرين يمكن كنا تكلمنا قبل كده على اسعار الكلاب في الفين وعشرين وقلنا ان احتمالية ارتفاع الاسعار في الفين واحد وعشرين مش وردة بشكل كبير او حتى لو حصل ارتفاع في الاسعار عايبقى ارتفاع بسيط وهي دي فعلا الحقيقة اللي حصلت ولكن للأسف حصل زيادة بشكل يعني ملحوظ جدا في كل احتياجاتك عشان تقدر ان انت تربي الكلب فمسلا هنتكلم على هنتكلم على التطايمات هنتكلم على الادوية البيطارية بجميع انواحها الاكسسورات اللي انت بتحتاجها لتربية الكلب بتاعك زي القفص بتاعه او البيت زي الليش اللي انت بتمسكه او الطوق والسلسلة اللي انت بتمسكهم كل بقى الاكسسوريز التانية الاطباق طبق المية طبق الاكل كل حاجة انت بتحتاجها حصل فيها زيادة في الاسعار وللأسف يمكن الزيادة ما حصلتش في السوق المصري او ما كانش الزيادة جاية او نبعة من التجار نفسهم ولكن الزيادة حصلت في الجمارك لان زي ما احنا عارفين ان معظم اكسسورات الكلاب بتبقى مستوردة غير مصنعة في جمهورية مصر العربية فبالتالي برضو قدت لي ارتفاع اه او زيادة بسيطة في اه سعر الجراوي في بداية السنة الجديدة الفين واحد وعشرين اه طبعا النهاردة احنا هنتكلم على على متوسط الاسعار يعني متاخدش مني السعر ولو انت رايح تشتري من مكان هتقوله ده احمد باهر قال مسلا انه سعر آ الفين جنيه مفيش حاجة اسمها كده احنا هنتكلم على المتوسطات طبعا المتوسط ده بيبقى اه او بيعتمد على كزا حاجة زي ما تكلمنا قبل كده المكان اللي انت بتشتري منه الكلب النقطة التانية نقاء السلالة النقطة التالتة التطعمات اللي الكلب اه واخدها الاكل اللي هو حتى كان بيأكله من ساعة ما اتفطم من ساعة ما كان آآ بابي صغير لغاية تاريخ الاستلام عدد الجراوي كمان في الخلفة بتحدد يعني لو منتج او مزرع آآ الام والاب بخليفوا مثلا تمن جراوي بيبيع بسعر غير اما الام بتخلف اربع جراوي فبالتالي التكلفة بتبقى على عدد جراوي آآ قليلة فبالتالي السعر بيزيد شوية طيب فخلينا النهاردة نتفق على حاجة ان الاسعار دي هتبقى متوسطات ولكن هي دي نبعة من الماركت على فكرة المتوسطات دي مش الاسعار عندنا في ايجيبت احنا طبعا هنتكلم على متوسطات الاسعار عندنا احنا في المزرعة بيبقى اخبارها ايه لاني ناس كتيرة بتسأل انتو بتبيعوا الجراوي بكام متوسط الاسعار كام طيب خلينا نبتدي بيه الكلب الاكسر آآ شهرة في جمهورية مصر العربية وهو كلب آآ كلب متوسط اسعاره في مصر النهاردة بيتروح من الف وخمسمية جنيه وبيوصل لغاية تلات تلاف وخمسمية جنيه زي ما قلنا بتشتريه من مزرعة وهتلاقي الاسعار غالية ممكن تشتري الكلب بتلاتة وتلاتة خمسمية وفي مزارع كمان لو او خط الدم قوي بتقدر ان انت او بتلاقي ان المزرعة بتطلب سعر اعلى من التلاتة ونص دي كمان بكتير لو بتشتري من آآ محل هتلاقي المتوسطات في حدود الالفين الفين وخمسمية من مربي منزلي ممكن يقول لك والله الف وخمسمية ممكن تنزل في السعر الشوية فعشان نبقى متفقين بيتروح من الف وخمسمية دي تلاتة خمسمية. الكلب التاني وهو صديق وهو آآ يمكن شبهه كتير كلب اللابرادور ريتريفر. كلب اللابرادور هو للأسف في مصر بقى نادر جدا واحنا لسه مش عارفين السبب يعني ما بقاش منتشر. والمنتشر كمان في مصر من اللابرادور مواصفاته مش قوية جدا لان اللابرادور للأسف آآ السلالة الوحيدة اللي لو مواصفاتها مش قوية بتلاقي الكلب مدي شوية على شكل الكلب البلدي يعني لو حجم الحجم او حجم الجمجمة بتاعت الكلب اللابرادور الصغيرة او وشه رفيع للأسف شكله ما بيبقاش آآ ظريف خالص طيب اللابرادور ريتريفر برضو نفس الموضوع بيتروح من الف وخمسمية جنيه ولكن بقى للأسف بيعلى في السعر بيوصل لغاية سبع تلاف جنيه ده متوسط سعره على ايه؟ طبعا على المواصفات وفي عامل تاني مهم جدا فيه تغيير او اختلاف سعر وهو اللون الاسود اللون اللابرادور الاسود يمكن يعتبر من اقلهم في السعر بعد كده اللون الفون اللي هو البيج او البني الفاتح بعد كده الاغلى او الاندر وهو اللابرادور ده اللي فعلا سعره ممكن يتروح من خمس لسبع تلاف جنيه فكده اللابرادور من الف وخمسمية لغاية سبع تلاف جنيه النوع اللي بعد كده كلب دنوا كلب دنوا نصيحة يعني اخوية ما تشتروهوش غير من مزرعة وتشوف اهالي قدامك اي حد يقول لك ده دنوا وهو صغير يبقى حاجمه كبير هيطلع يبقى حاجة تانية او هتلاقي انهو كلب فعلا كبير جدا ولكن للاسف مواصفاته مش مظبوطة يا جماعة يعني لازم تشتري بالمسطرة ولازم ديكون حد اه موصوب منه انت بتشتري منه اه ففي طبعا مزرعة او مزرعتين في مصر وهم المتخصصين في مفيش مزارع كتيرة اه وفي برضو او هم او منتجين من المنزل برضو عددهم مش كبير فلو حد عايز ممكن انت ترجع لنا يعني نرشدك ونقول لك تقدر انت تشتري منين مش كلب رخيص لو كلب رخيص صدقني مواصفاته هتطلع سيئة جدا يتروح سعره من سبع تلاف جنيه وبيوصل لغاية خمستاشر الف جنيه على حسب المواصفات هتقول لي يا عم ده بيتباع بتلت تراف على موقع مش عارف ايه واربع تراف هقول لك وكل حاجة بس للأسف مواصفاته هتبقى يعني اقل من المتوضع. الكلب اللي بعد كده وهو نفس الكلام اللي قلناه على نفس الحكاية برضو على مفيش مزارع كتيرة في مصر بتنتجه متوسط اسعاره للسلالات النقية هتلاقيها بتتروح من سبع تلات جنيه لغاية خمستاشر الف جنيه احنا كده كل ده بنتكلم على الانتاج المحلي مش المستورد ما فيش حاجة من اللي قلناها دي مستوردة المستورد اضرب في اتنين او في تلاتة طيب بعد كده اه برضو من اه السلالات طبعا المشهورة جدا الرود وايلر برضو لازم تشتري من مكان موسوك لانه لو مواصفته مش مزبوطة للأسف الكلب هيبقى شكله مش ظريف خالص متوسط اسعار في مصر بيتروح من خمس تلاف جنيه وبيوصل لغاية اتناشر الف جنيه وطبعا ده يعني ممكن تلاقي لو خط الدم قوي او او خط دم ابطال هتلاقي الاسعار اكتر من كده بكتير لو مستويات اقل هتلاقي الاسعار اقل شوي فده كلب الرود وايلر كلب بعد كده اه ظريف ينفع ليه التربية داخل المنزل وهو الكلب الكوكر اسبانيول كوكر اسبانيول شبه ولكن على صغير وودان وطويلة وكلبه ظريف جدا للتربية داخل المنزل والاغلب هتلاقيه بيتباع في محلات كتير متوسط سعره تقريبا في حدود من الفين لتلات تلاف اه جنيه نوع اخر اه الناس كتيرة بتحبه او بتفضله وهو الكلب بصوا بقى يعني او كلاب الزينة والبيكنيز والميني جريفون والحاجات كتيرة بتلاقيه في المحلات دي اسعارها يعني اه مش بتختلف كتير وملهاش مواصفات محددة يمكن البيكنيز معروفين بمواصفات محددة انما الحاجات التانية بقى الميني جريفون واللو والحاجات اللي انتم بتسمعوا عليها دي اغلابها بتبقى كلاب اه مخلطة او مهجنة اعتمادك الاساسي عليه هو الشكل الجمالي ما يهمكش بقى مين خط الدم ده جاي من مين ابوه مين امه انت بتروح تشتري كلب منظر والاغلب بيبقى اسعارهم رخيصة مش غالية في اسعار بتستارت من تحت الالف جنيه فتلاقي كلب مسلا تامنه من سبعمائة جنيه وبيوصل لغاية الف او الف وكمسمائة على حسب اه سنه وعلى حسب التطايمات اللي هو اه واخدة فما تشغلش نفسك قوي وانت بتشتري الانواع اللي هي الرخيصة اه نوع بعد كده بقى وهو طبعا يعني المسير للجدل وهو كلب ده يعني حبيب الملايين وانا بسميه حبيب الملايين لانه هو يعني لغاية دلوقتي محافظة على مكانته في العالم كله ما بين تقريبا حوالي خمسمائة نوع من انواع الكلاب هو نمبر وان او هو كينج زي كده ما الاسد هو ملك الغابة الجيرمان شبرد هو ملك الكلاب طيب الجيرمان شبرد اه عندنا طبعا اه فاصلتين او اه يعني نوعين في الورك لاين وفي الشو لاين في مصر احنا مش نتكلم دوكزي ايجوت احنا نتكلم في مصر هتلاقي اسعاره في ناس بتبيع من الفين وخمسمائة جنيه لغاية مسلا ستلاف جنيه ده الوركينج لاين طيب الشو لاين مش هتلاقي كلب رخيص اللي انت بتلاقيه مكتوب جيرمان شبرد والكيرف بتاع الظهر او كسحة الظهر والمواصفات والكلام ده كله بسعر رخيص اتحديك ان انت تروح تلاقي الكلب ده زي ما الراجل اللي بيوصفه فالشو لاين اسعاره بتستارت في مصر من خمس تلاف جنيه وبتوصل لغاية مالة نهاية بقى هتقول لي ايه ده يا عم او في كلب بدون مالة نهاية اه بدون مالة نهاية يعني ممكن تلاقي شو لاين بسبعة تلاف ممكن تلاقي شو لاين بعشر تلاف ممكن تلاقي بخمسين الف جنيه الوحيد اللي عمل زي كده اديكم مثل زي الخيل زي الحصنة ممكن تلاقي حصان زي الحصان كده الظريف اللي بيمشي في الشارع اللي هو بيشيل الخضار ده تامن واربعة تلاف جنيه وتلاقي حصان تاني حصان عربي اصيل تامنه مليون جنيه وتلاقي حصان عربي تامنه خمسين الف جنيه خط الدم بيفرق المواصفة بتفرق الوحيد اللي بنصحك لازم تشتريه من مكان محدد او مكان موصوق منه السعر لو انت هو ده هدفك في شراء الكلب يعني انت بتدور على سعر اقل سعر في الماركت ما انصحكش تشتري اروح اشتري كلب اشتري كلب اشتري اشتري اه او كلاب اللي هي كلاب الصغير انما دور على السلالة عشان للأسف الكلب وهو صغير هيبقى شكله جميل وهتبقى فرحم بي جدا كبر الكلب هتلاقي بقى كلب بايز خالص وما فيش مواصفة وتفضل يعاني ندمان جدا على الفلوس اللي انت دفعتها لان الكلب شكله مكسوف تمشي بيه في الشارع لو مواصفة مش محترمة ومش قوية ما تشتريهوش احسن فا اه لو احنا عايزين نتكلم على مسلا متوسط الاسعار عندنا لان فيه كتير من المتابعين المحترمين بيسألو عندنا بيستارت من خمس تلاف وخمسمية لغاية ست تلاف وخمسمية ده المتوسط فهتلاقي مسلا ممكن الميل او الولد سعر ست تلاف وخمسمية والفي ميل سعرها خمس تلاف وخمسمية بالنسبة للشولاين بيستارت عندنا من سبعة خمسمية وبيعلى لغاية اتناشر الف جنيه برضو على حسب المواصفات وفي حاجات بتبقى تفارات بسعر اه اكتر. ايه تفارات دي? تفارات يعني كلب نازل هو الالفا بتاعت الولدة. كلب نازل مختلف. كلب مميز. فسعره بيبقى اغلى. وخلي بالكم هو من الكلاب كل ما كبر اه كل ما سعره بياغلى. يعني لو عندك اختيارين كلب شهرين من وكلب تاني اربعة شهور عتلاقي الاربعة شهور ده اغلى. ليه اغلى? مع ان فيه ناس بتقولك لا انا عايز اه الصغير لان مواصفته بتبقى بانت. والكلب بتبقى او المناعة بتاعته بقيت اقوى. وخطة ايمات اكتر. وعد مرحلة الخطر. فبالتالي اسعاره بتبقى اعلى بكتير. النتيجة لذلك تلاقي الزكور في المحترمة. كلب المحترمة السن السنة. تلاقي اسعاره ضربت بقى اه عشرين الف وتلاتين الف واكتر من كده بكتير لانه قرب من سن التزاوج. هو الحاجة الوحيدة اللي مش هتخسارك يعني هتجيبه اه يعني محافز على امتو. اكنك شارك كده عربية هينضاي. وقت ما تحب تبقى هتبقى مش هتخسر فيها اي حاجة. فالجرمال آآ زي ما قلنا بيعتمد على مواصفات كتير. طبعا الالوان لها محدد يعني الاسود في النحاسي ده ليسعر ليسعر او الكلب الاسود نادر شوية فهتلاقي اسعاره مختلفة او الابيال برضو ليه اسعار آآ مختلفة فلو محتاجين تعرفوا اكتر عن ممكن تبتصروا بنا آآ بشكل آآ خاص ونديكم النصيحة حتى لو مش هتشتري من عندنا. على فكرة احنا بنقدم الخدمة لاي حد يعني مش معنى ان انت مش شاري من عندنا اوعى تتكسف تقول ده انا هكلمهم اسألهم طب انا مش هشتري من عندهم يا سيدي روح اشتري من اي مكان ابعت لنا صورة الكلب اللي انت عايز تشتريه او كلمني بشكل شخصي وانا هقول لك الكلب ده اشتريه او ما تشترهوش بدون اي حساسيات خالص هو ده هدفنا من انشاء قناة اليوتيوب حاولوا ان انتو تدعمونا احنا يعني للاسف بقينا مكلين شوية في الفيديوهات لان صراحة لقينا التفاعل قليل يعني حضرنا بتتفرج على الفيديو مش بتعمل لنا لايك طيب يا سيدي لو مش عاجبك الفيديو اعمل ديس لايك اعمل انا عدم اعجاب لو عاجبك اعمل لايك لان ده بيوصل لنا او بيقلنا صورة ان انت مهتم بالفيديو فبالتالي نعمل فيديوهات تانية فاحنا بقالنا فترة للاسف يعني الدعم بقى قليل فاق بقنا صراحة نكسر شوية في الفيديوهات فمعلش يعني ان اطلب منكم المساندة نعمل لايك للفيديو لو عندك كومنت اكتبه يا ريت لو مش مشترك في قناتنا تشترك دلوقتي كان معاكم النهاردة احمد باهر من شركة دوجز ايجيبت شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته